السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعي قناة سوبر نيوز. فضلا وليس امرا لو انت اول مرة تشوفني يا ريت تشترك من الزرارة الاحمر اللي تحت الفيديو وتفعل رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد من الاخبار الحصرية على قناة سوبر نيوز. ويا ريت ما ننساش اللايك عشان ندعم القناة. كلام كتير تقال على قنوات بي او تكيو. منها اللي بيأكد انها رجعة. ومنها اللي بينفي تماما انها رجعة. مش عارفين. مرة يقول لنا احدى استرددات. مرة يقول لنا لا خلاص مش هترجع تاني. مرة يقول لنا بي او تكيو سوت امورها مع وخلاص اتفقوا ان هم مش هيرجعوا تاني. دي هتتنزل عن القضايا ودي هتبطل تبس القنوات. حاجات كتير مش عارفينها. السعودية مش هينفع تبس القنوات تاني على عرب ست لانا حيتعمل عليها غرامات كتير وعقوبات كتير على القورة الرياضية عندها. يعني حاجات كتير مش عارفين ايه هي. بس والمهم ان اخر مقال نزل وتصريح من رئيس شبكة قنوات بي او تكيو. في مصر بيقول اعلن خالد موسى مدير موقع قنوات بي او تكيو عن بدء اختبارات البس التجريبي من اجل عودة بس قنوات بي او تكيو بعد توقف البس منذ اكثر من اسبوع. ونشر موسى صورة للتردد الجديد الذي تجرى عليه الاختبارات على القمر الصناعي بدر ستة وعشرين شرق تردد داشر متين وسبعين اه. وهتواجد عليه عشر قنوات جاري اختبارها. يذكر ان خالد موسى نشر بيانة لاول مرة للرد على شائعات توقف بي او تكيو بشكل نهائي حيث اوضح مدير الموقع الرسمية لشبكة بي او تكيو انه كلما سبق تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي لم يصدر عن شركة بي او تكيو. وان سبب توقف قنوات بي او تكيو انه تم اختراق الشبكة بواسطة شركة بي ان سبورت وفصلت الخدمة عن المشتركين. واوضح موسى ان شركة بي او تكيو تعمل على اصلاح وحماية الشبكة من الاقتراق. وسوف تعود للعمل مرة اخرى مطالبا المشتركين بالتحلي بالصبر مؤكدا عودت بس قنوات بي او تكيو قريبا. الخلاصة يا جماعة ان احنا لحد دلوقتي مش عارفين بي او تكيو هترجع ولا لا. واختتم قاله بانه بيقول انها سوف تعود. اقوى مما كانت. بس في نفس الوقت قالوا ان في واحد وتلاتين يوليو الماضي اي قبل توقف بس قنوات بي او تكيو باسبوعين اصدر اتحاد كرة القدم الدولي في فه بيانا عبر موقعه الرسمي وحزرت السعودية بعقوبات قد تصل الى تجميد النشاط الرياضي لكرة القدم بالسعودية بسبب دعمها لبس قنوات بي او تكيو من خلال الامر السنوعي عرب ست. وطالبتها باتخاذ اللازم لوقف قرسنة بي او ت لحقوق البس المملوكة لقنوات بي اين سبورت. وكمان اتنشر في صحيفة الجارديان ان قنوات بي او تكيوب مش هترجع تاني. ودي صحيفة لها مصدقية. وحسيب لكم روابط المقال في الديسكريبشن تحت. احنا بقى عشان نتخلص من كل الدوشة دي. وعشان نتفرج على المباريات اللي احنا عايزين نستمتع بيها. وفي كل المقالات اللي احنا عادنا نقرأ وندور فيها دي. لقينا من ضمن المقالات مقال منزل الروابط لعرض قنوات بي اين سبورت مفتوحة على النت. هنتطر ان احنا نستخدم الروابط دي. ونتفرج على المباريات اللي احنا بنحبها. معقتا لحد ما نشوف حل. يا ترى بي او تكيوب هترجع او مش هترجع. وحسيب لكم في الديسكريبشن تحت روابط المقال اللي فيه الروابط اللي بتفتح قنوات بي اين سبورت. هتلاقيوا الروابط في اخر المقال تحت. كانت معكم فوزية من قناة سبورت.